ارتداء من خمسة جويلة إن شاء الله يبدأ التسجيل يفتح منصة التسجيل تعدل ثلاثة هذا ما بشر به الرئيس تبون الجزائريين أثناء زيارته لولاية الخنجة الشرقية الجزائر نهاية شهر ماء الماضي منصة إلكترونية في ملتناول الجزائريين من أجل اكتتاب للحصول على سكن في غضل سنوات القليلة المقبلة وهو ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلاريبي أيضا بمصار الجاهزية والرقمنة والاستباقية سيكون لنا موعدا بالإطلاق برنامج عدل ثلاثة في خمسة جويلة المقبل تجري الرياح بما لا تشتهي السفن المفاجأة الكبرى أن الموقع الإلكتروني الذي أريد للجزائريين ولوجه وظل مغلقا تعددت الروايات لما حدث فهناك من أرجع ذلك لخلل تقني وعدم تحمل الضغط الكبير من قبل الملايين المكتتبين في وقت واحد في حين قال أحد الموالين للسلطة إنما جرى وراه أيدي تخريمية ساعة الاختراق ما اشتغلت عليه وزارة السكن ووكالة عادل لفترة طويلة غضب وتذمر واسعان عبر ولاية الوطن خلفه الإخفاق في ولوج هذه المنصة بل هناك من الجزائرين من ظلوا ينتظرون لساعات وساعات في انتظار ضوء أخضر لمباشرة التجزيل في مقابل من قضى ليله أمام مقاه الأنترنت من أجل هذه الفرصة وبالتالي صار ديدا هؤلاء ولو مؤقتا حلما لمن الاستمارة بدلا من حلم حصول على السكن جهد ذاته وهو ما يراوض ملايين الجزائرين ضعيفي الدخل والذين تقطعت بهم السبل ولا حظ لهم في سكنات اجتماعية إن نولوج هذه المنصة للقيام بالاكتتاب الموعود سهلة جدا العملية في قاموس مسؤولي وكالة عدل ومن ورائهم مسؤولون في وزارة السكن تواروا عن الأنظار لتفسير ما جرى وبذلك طرح كثير من المتذمرين تساؤلات عدت مشروعة ما إذا الجزائر جاهزة للرقمن أم ليس بعد وهو ما فتح مواضيع عدة أخرى وإعادتها للواجهة من جديد مثل الرقمن أخضر المخصص للجالية وجوازات جديدة للحراجة وتصدير الأنترنت لماري والنيجر واستغلال الطاقة المتجددة من قبل المؤسسات والعيئات عبر ولايات الوطن أنا في ثلاث سنين نادي بالرقمنة الرقمنة تعطيك أرقام حقيقية أزمة السكن تحاصر ملايين الجزائريين رغم ملايين الإنجازات في هذا المجال هل هو تسيئس للقطاع أم سوء تسيير تساءل أحد المعلقين ولماذا يبتل كثيرون خارج الجزائر جهدهم في البحث عن فرص للتعلق والإبداع في حين يتزاحم مواطنون من أجل حصول على حقوق ضمنها الطابع الاجتماعي للدولة منذ الاستقلال الوطني إذ لا صوت يأل اليوم في الشارع الجزائري على صوت حلم السكن ولقمة العيش وفرصة العلاج رغم وعود السلطة وقرع مواليها للطبول الرئاسيات سبتمبر المقبل من أجل المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة